اشتركوا في القناة يصل الآن الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إلى موقع الاحتفال اشتركوا في القناة 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 من الخوف والجوع قالوا اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والدنية نرفوا في القناة اشتركوا 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 في القناة آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمل ابن عيسى لما تحب وترضى اللهم اجعله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار اللهم أعزه وأطل في عمره وأحسن عمله وألبسه ثوب الصحة والعافية اللهم وفق لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف واجعله سبباً لحقن الدماء واجتماع القلوب اللهم اجعله إماماً للتسامح والتعايش والتآخي والتحاب إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا وبلادنا البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا وجيشنا ورجال أمننا وأمتنا من أرادنا بشر وسوء وفتنة فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأدر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك وانصرنا على من عادانا وبغى علينا يا سميع الدعاء اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا وجنودنا البواسل المرابطين الذين يحاربون الآن عدوك وعدوهم اللهم احفظهم براً وبحراً وجواً وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل سكينتك عليهم وأعدهم إلى وطنهم وأهلهم سالمين غانمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار في الماضي والحاضر ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالتوجه إلى موقع الصرح مرورا بحرس الشرف ويقوم جلالته بسك فسيلة النخلة المزروعة بجانب الصرح والتي ترمز للحياة شهد انتراجكم بقل حرس الشرف سيد موسيقى موسيقى والآن مشاهدين الكرام يتوجه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في هذه اللحظات يرافقه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين إلى صرح الشهيد ليسقي فسيلة النخل رمز الحياة الدائمة ويمر من أمام اللوحة التذكارية التي دون عليها أسماء المواقع والمعارك التي خاضتها مملكة البحرين دفاعا عن عروبتها وسيادتها والتي والتي بدأت من موقعة الزبارة التي هزمت فيها قوات نصر بن مذكور وعلى إثرها تم فتح البحرين وتثبيت عروبتها عام ألف ومائة وسبعة وتسعين للهجرة الموافق ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانين للميلاد وإذا ما تحدثنا مشاهدين الأعزاء عن صرح الشهيد فصرح الشهيد يتجسد في خيمة الوطن الشامخة ضاربة الجذور في أعماق التاريخ مفتوحة الأبعاد لأن باب الفداء سيظل مشرعا ما دام الوطن لحاجة إلى التضحيات والصرح هنا ينهض على عشرة رباح عربية تمثل قادة البحرين ملوكا وحكاما والذين تكاملت إرادتهم قوة ومضاء لينال شعبهم الحرية والاستقلال والسيادة ولتضل البحرين عربية الهوى واللسان وفي داخل الصرح مشاهدين الأعزاء جداريتان الأولى لوحة نابضة تمثل مشهد الفداء من خلال صورة الخيول والرماح والسيوف والبنادق والريات تعلو هامات القلاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ماتنال سر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة